ترجمة نانسي قنقر 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 يوم سبعة عشر ثمانية أفل وثمانترش على أساس المعرفة الجديدة في هذا الملف هذا ما كانش جواب إذن بالنسبة للمحطة خص واحد تدخل على أساس أن الخدمات يبدأ فيها على أساس أن الناس اللي يكون في المحطة طديمة يستفدوا ولا أن الخدمات التي تقدم في المحطة تكون خدمات في المستوى للتطميرات للساكنة في الدنات العيشة هذا هو الذي نطلب حنايا أن كل هذه الأطراف تستفد خاصة أن المحطة القديمة وهي جاوزة في هذه الحالة خاصة أنها أول مرفق وهو المحطة الذي يأتي الزائر يشغل المحطة بهذه الطريقة بهذه الأوساغ وهو مجموعة للأشياء الموقفة أشنوعي يأخذ مضرب لتحقيق المضرب المحطة على المدينة شكرا جديد